الدولة ولا دولة والبصرة انموذجا حي انموذجا فصلته الاحزاب المتنفذة وارتدته كما تشاء على مقاسها الكبير بكل تأكيد من يترك هذه المدينة التي تطفو على بحر من النفط ويذهب للبحث عن مغانم اخرى في مواقع بديلة سبعة عشر عاما مضت والبصرة مكبلة بسلاسل النفوذ التي انتجت بدورها فوضى امنية وهيمنة حزبية وعشائرية انهكت المدينة التي تعد شريانا اقتصاديا للعراق وتركتها جسدا يشكل الم من كثرة الطامعين والطاعنين في اخر زيارة لرئيس الوزراء الى البصرة تحدث الكاظمي عن هيمنة الاحزاب على المدينة والسطوتها حتى على عناصر الامن قائلا يفسر مراقبون توبيخ الكاظمي للقادة الامنيين على انه بداية لسحب بساط السلطة من تحت اقدام زعماء الاحزاب والفصائل المسلحة والتي يقدر عددها بنحو ثلاثة احزاب وخمس فصائل جميعها تحظى بدعم واسناد مباشر من العشائر ويقابل التوبيخ تعاهد اخذه الكاظمي على عاتقه لاعادة الامن الى البصرة تعاهد قد يصطدم بعقبات مؤسسي لا دولة الذين اعتادوا على مشاهد الانفلات والفوضى يجب ان تكون البصرة امنة وستكون امنة وسوف نتحدى الجميع مشهد معقد يولد تساؤلات عدة يتصدرها السؤال الابرز هل هي معركة الدولة التي ستخرج البصرة من عباءة الاحزاب الى اجنحتها ام هي فرضيات غير قابلة للاثبات والتطبيق